السلام عليكم أخوتي نتمنى تكونوا بألف خير كنا نعتقدر للإنقطاع الضروف خارجية أساس رجعنا والأخبار اليوم تتعلق بكل من يوسف النساري وكذلك نتعرف على اللاعبين اللي سيأخذهم عصام الشرعي من المنتخب الأول باش يكونوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد فرنسا وكذلك كان كلام على المتعلق بلالخنوس ندخلوا في الموضوع واللي سيكون باختصار كيف العادة بداية ثلاثة دي الأسماء مغربية التي تواجدت في دور 16 من المنافسات الدوري أبطال أوروبا والكلام على كل منه أشرف حكيمي والسيباري ونوصير مزراوي وإن شاء الله يكون تتويج من نصيب أحد الأسماء المغربية والأقرب وهو نوصير مزراوي مع نادي باير ميونيخ ندوزوا الأخبار اللي كتخصي وصف النساري في الأيام القليلة الماضية خرجت العديد من الأخبار واللي كتأكد أن نادي الميلان الإيطالي مهتم بالمهاجم مغربي وكذلك المواقع التي تناولت هذا الموضوع أكدت أن إدارة النادي الإيطالي بدأت بالفعل بالاتصال بوكيل أعمال اللاعب لكي يبدو المفاوضات ومن المتوقع أن نادي الميلان سيتقدم بعرض رسمي في الانتقالات الشتوية لضم اللاعب بين قوسين والإشارة نادي الميلان لم يكن أول مرة سيبدأ الاهتمام بالمهاجم المغربي يوسف النساري من 2021 والصحف تهضر على الاهتمام لنادي الميلان بيوسف النساري لكن يوسف النساري في ذاك الوقتان لم يكن يريد أن يخرج من إشبيليا بحكم الضروف التي كان يمر منها النادي الإسباني وكان يخرج بتصريح وقال أنه يريد أن يقع في إشبيليا ويعونها حتى تخرج من الأزمة وكذلك الميلان كان ضمن الأندية المهتمة بيوسف النساري في الانتقالات الصيفية الماضية هو ونادي وسهام شخصيا كان تمنى أن يوسف النساري يخرج من نادي إشبيليا رغم أن الأمر سيكون صعب عليه بحيث أن اللاعب كتربطوا علاقة قوية بهذا النادي لكن من الأفضل يخرج ياخد تجريبة في نادي آخر في دوري آخر بدأنا الشيلي كان بخصوص يوسف من سيرب التصوير شعر تأوني الأراء ديالكم أما بخصوص سولاتي اللي اختاروا المدرب عصام الشرعي بشيكونوا مع المنتخب المغربي في أولمبياد فرنسا 2024 وحسب مشاراته جريدة العربي الجديد استقر المدرب عصام الشرعي على كل من ياسين بونو أشرب حاكيمي ونيف آكرد بطبيعة الحال ومن الواضح أن عصام الشرعي ركز على الجانب الدفاعي بحكم أنه هي نقطة ضعف المنتخب الأولمبي بغيتنا عرفوا واش هاي الأسماء كتبلكوا ما تعطيها الإضافة للمنتخب الأولمبي في أولمبياد فرنسا ولكن أسماء أخرى كتبلكوا ما تعطيها الإضافة أكثر من هاي اللاعبين نقولوها لنا في تعليقات أما بيلال خنوس اللاعب المغربي يتربى على عرش صدارة قائمة اللاعبين تحت 23 سنة أغلى قيمة صويقية في الدوري البلجيكي بحسب إحصائيات لدارها المركز الدولي للدراسات الرياضية القيمة بيلال خنوس تبلغ 29.7 مليون يورو هكا سيكون بيلال خنوس أغلى لاعب تحت 23 سنة في الدوري البلجيكي إذا نشيلي كينوك في العادة لماذا زال منضمت العائلة توتفلكس ترجع البطن القرية بيضة وهو معنا كان معكم أخوكم محمد من قناة فوتفلكس صلوا على رسول الله وأستودعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعوا وتفائلوا خيرا تجدوا